اليوم الحلقة نصكم واللي هتلاقي تعليقه في التعليقات مش عاجبه اعرف انه هو واحد من اللي انقرصوا من الحلقة هاي حلقة اليوم اول شي خلينا ارحب فيكم اخوكم سان فيدال خناة قراج ديو حلقة اليوم ننتكلم على تنمر الاصحاب السيارات اللي معهم سيارات كاركوعة عرفت علي والحركات اللا اخلاقية اللي بيعملوها مع الناس اللي راكبين سيارات موديلات جديدة وكأنه هو اللي سرق وردته هو اللي اخد حقه هو اللي بيصير بده ينتقم منك وبده يحاول باي طريقة يأذيك ويتظاهر انه هو مش هامه فهمت عليك بتصف سيارتك في الباركينج سيارتك مثلا بسم الله حق مبلغ وقدره لنفرض حقه سبعين الف دولار سيارته بتصواش سبعمائة دولار بيجي بيوقف بلزق فيك ومش فارق معه بيفتح برخابة الباب وبيكون قاصد هذا الطبقة اللي انا عم بتكلم عليهم اللي هم عينهم برزقة غيرهم وحازدين ومكيودين من الناس اللي ما يصورت الحال انا بلاحظ عشت في كذا دولة ولاحظت انه السلوك هذا موجود في كل الدول اللي عشت فيهم يعني اللي بيكون راكب سيارة تعبانة بيحاول يحمل اللي معه سيارة غالية بيصير يحاول حمله خطيته طب هو مال ومالك وهو خلفك ونسك ها رد علي هو خلفك ونسك ولا كنت انت ورسين مع بعض واكل ورستك عليك هو مال ومالك انت نصيبك في الدنيا انه هيك سيارتك كالكوشة طيب هو شو زنبه انك سي تتنمر عليه بسيارتك وتفرجي انه مش هامك انه لو تخدش له البايا او تدخليك بطريقة تضحش قدامه انت عارف انه هو خايف على سيارته وقص التأمين وكذا ولو بخت هينزل من سعره حسد منك ودي اتعان ولانه انت مكيود منه ومتدايق منه لانه شايفه احسن منك ومحترم اكتر منك فقاعد عم تتنمر بالنقص اللي جوك انت فيه جواك نقص فيه جواك شعور بالنقص من الشخص اللي احسن منك اللي ركب سيارة محترمة وكل الناس تحترمه فانت بالكركوعة اللي انت ركبها طيب بتحاول تتنمر عليه وتنتقم صح بيوقف سيارته لو سيارته بورش 911 في المول واقفة بتلاقي على طول اللي معهم الزرزير هدول السيارات هوندا سيفك موديل مش عارف قدي ولا هاي السيارات الربش بيروح واقف ملزق ملزق بطريقة مستفزة جدا بتشوف مزيراتي واقفة تحت المول تلزق فيها بالكورولا اللي معفنة طبعيتها ليه ليه الحسد يا جماعة ليه الله رزقه تمالك وماله طلع بسحنك طلع بسحنك هو ما بتعرف شو عنده مشاكل ليش التنمر لما هو بدي يكون مثلا بدي يقطع بتروح انت ماشي يعني 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 يوقف يا يخبط فيك الحركة هاي انا لاحظت كتير على فكرة كتير باكستانين بيعملوها بالامارات كتير جدا بيعملوها انه مش فرقه معه هو راكب كامري موديل اديم كله على بعضها ما بتصواش 400 دولار بيشوفك راكب مرسيدس مثلا بيروح طاحش قدامك يعني انت بدك توقف او يضرب فيك طب ليه بكون انا مسلا معزوم على فيلم بالمول طالع اتفرج انا واصحابي بروح باسوف سيارتي في الباركينج بلاقي مسلا مازلاتي واقفة في الباركينج على طول اللانسر لازم تلزق فيها شو قصة اللانسر مع المازلاتي مش فاهم انا كل ما تلاقي سيارة مازلات تلاقي لانسر لازق فيها يعني هو طبعا اللانسر اذا هم نصممو لك البوز تبعا انه زي ما بقولوا اخوان المصريين الشرق يعني هيا انت مفكر انه نفس الفئة انت ويها يعني اولاد عم او شو يا راجل تفهمت علي انا مزعجيتني جدا القصة هاي اللي معه سيارة قديمة بيتزهر انه مش فارق معه عارفت كيف وبيصير يعمل يعمل كذبات هيك وتهيقات ويقامن فيها انه الخيل من خيالها وهي مش بالسيارة وهي بس بالسواء وهال خزعبلات والتخلف اللي اللي بيقامنوا فيه بيصير يزعجوا الناس المحترمة المرموقة اللي بتمشي بالشارع وعاطية منظر حضاري للدولة بيصيروا هدول الكلكيش طبعا مش كلهم في ناس محترمة تركب سيارات قديمة فيه ناس مليونيرية معهم مليارات ورقبين سيارات قديمة انا عم بحكي على فئة انتو كتير منيح بتعرفوها واكيد بتقابلكم في كل مكان اللي انا عم بتكلم عليهم هدول اللي بيتنمروا بيتنمروا ديقة عين وحسد عارفت علي الناس اللي راكبين سيارة نظيفة ليش بتعملوا هيك انا مش فاهم طيب لقامتها لقامتها لحضلنا احنا شعوب متخلفة وشعوب عالم ثالث لقامتها لقامتها لحضل فينا العادات اللي ما بتنزلش من زورها انا صدقني ما في شي بيستفزني زي لما كنت اروح على ابوضابي مول اسف سيارتي وامشي في الباركينج واصير اتطلع على السيارات وانا ماشي باركينج تحت الارض كبير بلاقي سيارات تلاقي جي كلاس لازم تلاقي بجير واقف جنبه هو فكر انه اذا واقف جنب الجي كلاس كتف بكتف انه شوف الاثنين 4x4 والاثنين عالين واثنين 4 دواليب اه ويعني انه بجير اوكي وبعدين انه زي وصرت يا راجل يا راجل تلاقي مثلا سيارة ميني كوبر موديل جديد تيربو اس ولون تكون مثلا نافي بلو او اشي من هالالوان البرداني طبعا لمبورجينيا او اصفر او واقفة بتلاقي على طول الهوند اكورد وقفة جنبه طب ليه انا ما بلوم في ناس بياخد باركينج وياخد باركينج وياخد باركينج وياخد مخالفة ويدفعها ولا انه يجي واحد من هالكلاكيش ويفتح الباب ويروح خدش له البايا يا اخي بتوجع ايشي مش اخلاقي انك انت توقف جنب سيارة وانت عارف انه الباب تبع السيارة يبيسوى سيارتك وعشرة زيها فوقها عشرة سيارتك انت كاركوعة اللي راكبه لما تروح بدك تبيعه بتبيعه بالكيلو حديد بياخدوه منك طيب انت كاخلاق بتقبل انك توقف وتفتح الباب وتروح تضرب البايا تبع السيارة مثلا جاجور فور باي فور ما قلنا لا بي ام دابلي ولا قلنا مرسيتس عشان الناس في كتير انتم عارفين عندهم العقدة من مرسيتس سوبي ام دابليو بعدهم اليوم خلينا في الموديلات ما في كتير خير كتير جاجور مازيراتي نابورجيني طيب ليش ليش انا بدي افهم بس السلوك هذا المريض انت لما تيجي تضرب البايا لصاحب السيارة شو عطوك شو علقولك نياشين شو علقولك نجوم شو اخدت من اوسمة بطولة شو عملت عرفت علي انت زوجتك متعودة ان تفتح باب المزرعة ومركبها معك ودوقف سيارة غالية انت عارف ان السيارة اللي جنبك غالية انت مش عبيت انت مش عبيت انت عارف ان هالسيارة مثلا اللي واقفة منفرد اي موديل مناش نقول بي امه مرسيدز منفرد مثلا الفا روميو جوليا تون تيربو 2.9 490 هورس باور ها سيكوانشل جيربوكس وقفة في الباركينج وانت ركب كركوعة مش نقصها للسنم تبع الجمل بس وبتيجي ومرتك جنبك وانت عارف مرتك لما تفتح الباب رح تضرب السيارة التانية وبتوقفها بتعمل حاجة غبي بتعمل حاجة ميت وبتكون مستمي مش عم تطفي لانه انت قاعد مركز مع صوت مش فتحة الباب لا الخبطة اللي بعد الفتحة يا زنمي خاف ربك يا زنمي خاف ربك من قليل الله خلقك فقير النفسية هاي ليش الله بقول الله عارفك وهو اللي خلقك وهو عارف نفسيتك المريضة عشان ايك خلاك تعيش فقير لانه انت ما بتستاهل نعمة لما انت تصير تتنمر على رزق غيرك ما بتستاهل نعمة انت ايه بتستاهل النعمة لما تطلع بصحنك تطلع بصحنك هو يمكن ان ركب سيارة حق 400 الف دولار بس انت عارف شو عنده مشاكل يمكن يكون عنده ابنه عنده يا اخا يمكن يكون ابوه معه مرض سلطان يمكن هو نفسه الزلمي معه مرض مزمن انت عارف شو في عنده ورا حيطان المنازل بس بتاخده بالمظاهر بل بس بالمظاهر بتاخده يعني شفت وصيرك بسيارة وحققت عليه وصرت بدك حاول ترتاح اذا خدشت له ياه او ازيته ترتاح بتنام طاير ريش نعام هيا الرسالة كنت حابة اوصلكم اياها انا الفئة من الناس هي فيه من الناس يكونوا محترمين مش شرط ان يكون من هدول ولكن كلنا منعرف ان هدول موجودين وفي كل دول وفي كل الدول موجودين خصوصا دولنا احنا عالم التالت دولنا مليانين اللي بقولون بليبيا المحاسدية هدول اللي بقولون محاسدية بليبيا يعني حسود عينه في صحن غيره راكب امبور هتموت انت نفسك تلاقيها عاملة حادث او انضربت انت اذا بتقدر الطول انك تخدشها او تقذيه او تكسر ازازة او تكسره الامراه طب ليش يا جماعة هيا والله بحياتي انا ما كان عيني برزقة غيري ومش غاني ولا شيء طب ليش انتو كيف كيف متربين يعني تتنمروا عليهم في الشارع اذا فيه تقاطع الشوارع بتلاقيه بيشك قدامه داخل انتحاري انا بشوف بعيني انا بشوف بعيني يعني يا توقف انت يا صاحب السيارة كدلك الموديل الجديد باستغل الموديل الجديد من الموديل الجديد اولا باستغلت انا بدي ارى التعليقات تبع الفيديو هذا اعاد لكم هيك بدي اشوف التعليقات كلها وطبعا اي واحد هي يقول لك ناس ما عاش فلوسه يعرف انه واحد من هدول الناس مفيش خلاف عليها الكلام اي واحد هيتعاطف مع هالموضوع يعرف انه واحد من هالنفسيات سلام